أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن صندوق النقد الدولي لا يملي شروطاً على الدولة المصرية وخلال مؤتمر صحفي ولقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير عقب اجتماع الحكومة أوضح مدبولي أن مصر تواجه يومياً حجماً هائلاً من الأكاذيب والشائعات لها تداعيات على الدولة المصرية إحنا بنواجه كل يوم بحجم هائل أنا آسف من الأكاذيب والشائعات إحنا حتى كأجهزة الدولة بقى جزء من شغلنا بدل ما نبقى مركزين فقط في شغلنا وعايزين نتكلم على وضع بقينا نطلع عشان نرد على الأكاذيب بتحصل والأكاذيب دي للأسف بتبقى مش طالعة كده يعني أنا آسف بصورة تلقائية لا دي مدروسة وفي ناس وراها وعارفين إن الموضوع ده هيؤثر بعد كده على بعض لها تداعيات على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي ويمكن أنا قلت بعض الحاجات في المؤتمرات الصحفية لما تقال موضوع السندوق والسندوق يعني لغى موضوع مصر ده كان ممكن يكون لي تداعيات هائلة أنا عايز أقول لحضراتكم لإن إتعامل كان يوم حد وكان مقصود وده بيبقى جازة وإن معروف إن حتى لو حبينا إن السندوق يطلع يعني توضيح حيبقى تاني يوم ويوم لاتنين وهما في فرق توقيت فعبال ما السندوق يطلع هناك حيبقى بالتوقيت بتاعهم الصبح يبقى تلاتة أربعة مساء في مصر ممكن في الفترة دي نتيجة الموضوع زيدة والحكومة ما تلعدش توضح ممكن يبدأ بعض المستثمرين يخرجوا من البلد أو يحصل هزات في البورصة والدنيا تقع لمجرد إن حد طلع خبر بهذا الشكل يعني أنا عايز أقول لحضراتكم إحنا تواصلنا مع السندوق يوم الحد وخلناهم إن هما يطلعوا تصحيح لهذا الموضوع وهم نفسهم يعني كانوا مستغربين إن يعني إيه الترصد لهذا الموضوع بهذا الشكل وإن يعني قلنا لهم وفهمنا لهم الموضوع فطلعوا ما يؤكد إن برنامج مصر داخل ومحطوط في السياق بتاعه